موسيقى مساء الخير ضيف برنامج المشهد الليلة صعاد ماسي أنا أولا معجب بأغانيها وموسيقاها أهلا وسهلا أهلا بك شكرا ولدت هذه المطربة والموسيقية الجزائرية في باب الواد باب الواد هذا الحي الجزائري الشعبي الشهير القريب من البحر في العاصمة الجزائرية عرف هذا الحي أيضا ببدايات المقاومة للاحتلال الفرنسي وأيضا لبدايات المواجهة بين السلطة والإسلاميين صعاد ماسي تحدثت عن الجزائر عن الوديان عن الجبال عن رائحة الجزائر عن اللغة العربية وهي من أصول أمازيكية أيضا تحدثت عن المرأة وعن مواجهتها مع المجتمع المحافظ عن الحرية عن الشعوب عن حكايات كثيرة ومن منا لم يدندن أغنيات الراوي التي تقول كل واحد منا في قلبه حكاية لنقل بالمرحلة الأخيرة أنت تقتبسين أو تأخذين قصائد من الشعر المعروف أو من شعراء معروفين كأحمد مطر أبو قاسم الشاب إلى آخره أما في البداية أنت كنت أيضا تكتبين الكلمات الأغنية حذارة أو حذاري 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 التي تبدأ ألا أيها الظالم المستبد ألا أيها الظالم المستبد حبيب الظلام عدو الحياة لمن تقولين أولا العنوان هذه القصيدة هي ألا أيها الظالم المستبد لأبو قاسم الشعبي منحي بهذه المناسبة الشعب التونسي الحر أنا اخترت هذا الشعر لأنه تأثرت أولا بحياة أبو قاسم الشاب فهو إنسان عبقري يعني هو توفى في عمره أظن 27 سنة مثل كل العباقرة وابتدى يدرس وكتب وكان صحفي وشعر وكاتب الأشياء صارت غير عادية في زمننا الحالي واخترت يعني الشيء اللي يعجبني كثير هو عدو الحياة إيه عدو الحياة يعني هي كل القصيدة حياتاً يقول قصيدة روعة تقول بهيدا المعنى عدو الحياة صح فكلام جميل جداً ومعبر ويعبر على الأشياء اللي بتصير في هذه الوقتنا الحالي فكنت أنا حابة أعطي صوتي للهد شعراء بكل يعني بكل احترام وبكل بساطة لأنني كنت حابة أكتب يعني ليس لدي مستوى لكي أكتب مثل هؤلاء العمالقة لكن حاولت أني يعني أسلف لهم صوتي فقط لكي لا ننسى لأننا ننسى كثيراً لا ننسى ماذا؟ الحاكم أم ثقافة الظلام؟ لا يعني من كنت تريدين أن تتوجه الأشياء بتتردد في التاريخ يعني فيه نفس الأشياء اللي بتتردد يعني المستبد في الماضي يعني بيحكي على المقاومة التونسية بيحكي على الاستعمار الفرنسي مثلاً لكن هناك في الآوي يعني في وقتنا المعاصر حالياً حالياً المستبدين يعني مش لازم يكون جاي من الخارج يعني ممكن يكون حاكم ظالم في بلد وجوه كثيرة وجوه كثيرة أنا سأعود يعني تحدثت عن ذلك لأنك أنت يعني ولدتي في باب الواد ومن يزور الجزائر يزور باب الواد وفيما بعد أيضاً في أحياء بلوغيل كلها أحياء شعبية كلها أحياء شعبية ماذا يعني هل هناك مشهد لفتاة صغيرة تعيش في هذه الأحياء تسير نحو المدرسة تذهب إلى الطرقات ماذا رأت سعاد الماسي في هذه الأحياء عندي مشاهد راسخة في رأسي في ذكرتي يعني لما كنت بنت صغيرة كنت أروح بفرحة للمدرسة يعني والدية خلوني نحب كتير المدرسة والنساء كذلك كان يشجعونا كتير إحنا البنات اللي نحن ندرس لأنه كان الدراسة والعلم أو الخلاص الوحيد للبنت لكي يكون عندها مكانة وكي تحترم فكان هذا في نفسي في عقليتي دايما لازم أنجح في الدراسة وكنت أروح فرحانة ومشاهد اللي كنت ألقيها يعني في أحياء الشعبية بشوف نساء يعني بالحيك الأبيض بالنسبة لي يعني كان يعطيني هذا راحة البال يعني حيك الأبيض هو نوع من منديل أي أبيض طويل من الحرير الأصلي هو من الحرير حتى بتونس كانوا بيستعملوا مش عارفة في مناطق أخرى للأسف الشديد المناظر صارت منقاردة صارت سوداء صارت سوداء المناديل البيضاء أصبحت مناديل سوداء لكن فيه في بعض الأحياء مازالت يعني فيه بعض النساء ومازالهم يستعملوا هذا الحقيق سعاد ماذا تتذكرين من ما يسمى سنوات الرصاص أو العشرية السوداء يعني المواجهة بين السلطة بين الجيش والحركات الإسلامية طبعا بعد الانتخابات التي أهلت الإسلاميين للحكم وقد رفض الجيش ذلك أعتقد سنة 92 في هذه الفترة أنا كنت طالبة كنت أدرس في الماحد بحي القبة عملت درست الهندسة مدنية وكنت أدرس موسيقى كذلك مثل كل أصدقائي وصديقاتي كل أعطاء العائلة أعتقدت كنا ندرس موسيقى فكنا يعيشين في ظروف صعبة ظروف حرب فيه ناس انتقدوني في الفيسبوك يقول أنت تحكي على هذه الفترة كأنك أنت لعملت الحرب أي واحد يعيش هذه الظروف تتأثر عليه كثير يعني ما كانتش عندنا حياة ما كان عندنا أمل ضيعين مش عارفين يعني مش فاهمين ولا حاجة حتى الآن يعني فيه أشياء كثيرة مش فاهمينها يعني أنا بفهم يعني الناس لما بيحكولي عاشوا حرب أو حرب أهلية بفهم كثير اللبنانيين لما بيحكولوا اللي عاشوها والمعاناة هل كانت حرب أهلية؟ كانت حرب أهلية نعم كانت حرب أهلية يعني في الجامعة مثلا عندما يعني كان القنابل في أي مكان وكان ناس وكان عندنا أصدقائي يعني توفوا مساكين يعني لا أرحمهم كيف؟ يعني هل فيه كان بالانفجارات؟ كان بالانفجارات في أي مكان يعني كان ناس فيه ناس ضبحوا فيه ناس قتلوا بالرصاص فيه كتير ناس متقفين قتلوا فلاحين شباب أطفال مثلا مش عارفة أشياء يعني غريبة كانت بتصير يعني كان أنا شيء كان مشهد يعني قاعد في بالي يعني مرت أطفال الكشافة صغار كانوا رايحين يحطوا أظهار على قبور شهداء وعملوا لهم متفجرات وماتوا شيء رهيب طبعا كانت الحقيقة الحرب قاسية جدا بسبب هذه الحرب ذهبتي إلى فرنسا؟ لا مش بهذا السبب مش لهذا السبب أنا يعني وقفت في مرحلة يعني كانت كل قاعات الحفلات مغلقة يعني ما عندكش القلب حتى تغني في هذا الظروف حتى ولو يعني فيه فنانين قالوا لا يا سعاد إحنا هذه طريقة مقاومتنا للخوف لازم نحارب الخوف وبأي شي نحارب الخوف يعني كل واحد لازم يحاول على مستوى أنه يعمل أشياء يروح يشتغل الأستاذ لازم يروح يدرس الممرضة تروح تشتغل الطالبي يروح يتعلم الفنان لازم يكون كرياتيف لأنه الفنان عنده الدور مهم خصوصا في هذا الظروف الصعبة ذهبت لفرنسا لأني تلقيت دعوة من جمعية جزائرية كانت بفرنسا اسمها بلاد كونيكشن وكنت بشتغل في المكتب كنت بشتغل فقلت لي ما لا أروح أجرب حظي وحاول أشوفي لأول مرة رحت شفت فرنسا كان في 99 صحيح للمرة الأولى كان في عام 25 سنة فندهشت يعني شفت ناس وتقافة مختلفة وبرد أنت دعيت من أجل المرأة الجزائرية من أجل المرأة الجزائرية كان الهدف من هذه الجمعية أنها تعطي الكلمة للفنانة الجزائرية لكي تتكلم عن جزائر بعيدا عن الحرب بعيدا عن الحرب يعني شي صعب لكن أنا في الأول لم أفهم الفكرة لكن مع الوقت فهمتها وكان شي جيد ماذا قلت في أول يوم لم أقل بكيت يعني كنت على المسرح كنت لوحدي بالقلات القتار ومن كثرة الضغط والخوف وكذلك شيء تاني أثر عليها لأنني كانت القاعة مليئة بالناس وكانوا معظمهم أوروبيين فرنسيين وأنا في عقليتي لما كنت في الجزائر كنت بفكر أن كل العالم مش مهتمين بالأشياء اللي بتسير بالجزائر وإحنا منعزلين وإحنا لوحدنا واكتشف أنه لا فيه ناس كثيرة مهتمة بالأشياء اللي كانت بتسير بالجزائر لهذا بكيت وماذا قلت فيما بعد؟ اليوم الأول بكيت هل توجهت إلى القاعة؟ لازم الأول يوم بكيت لكن بكيت رحت وراء السطار لكن كان هناك صديقي اسمه علالو وكان صحفي في الجزائر قال لي سعاد ابكي لكن بالكلمات قلت له الصعب قال لي لازم تروح لازم لازم تقعد وقفة قال المرأة الجزائرية قاعدت وقفة المناضة الجزائرية قاعد وقفة فأنتي لازم توقف فرحت كان صعب كتير عليها وغنيت غنيت راوي غنيت بلادي غنيت غني غنيت أنت تكلمت عن المرأة عن حريتها يعني أيضا وفي قصة أعتقد اسمها سميرة المسكينة يا أختي هي غاضبة علي كتير القتلي أنا كنت أريد أن أصير مشهورة لكن بطريقة تانية مش بهذه الطريقة بحكي كل أسرارها تواجه المجتمع المحافظ تواجه الوضع النسائي في أكثر البلدان العربية أو في أكثر في كل البلدان العربية في مجتمعات معينة ما هي أختك؟ ما هي قصة؟ الحكاية؟ يعني أول الأمر مفهوم الحرية لما واحدة بنت بتقول أخوة أنا حرة لماذا بيفكر بطريقة سلبية؟ لأن أخته حرة يعني لا بيفكرها أنها حابة تروح ترقص في مكان معين يعني غير لائق الحرية الحرية هي غير الأخلاق يعني يعني إيه بهذا كأنه إحنا كبرنا بهذا العقل ليش يعني أنت تربيت مع أختك وبتعرف تربيتها خليه يعني أنت حر حر بتفكر بطريقة حرة لماذا يعني أختك يعني معندهاش الحق بتفكر بطريقة حرة المفهوم الحرية يعني ما فهمناش مليكونا صغار لا سميرة يعني حياة طبيعية أنا مرات كنت صغيرة وكنت حابة أروح يعني كنت حزينة وكنت حابة أروح فقط أتمشي على البحر أشمل هاوى البحر فين نلعب في هذا الشي لازم أخوي يستحبني وروح حتى لا يؤذيني ولا أحد يعني لعيب في المجتمع مش فيه هذا كان الوضع كان هذا يعني كان يجب الشقيق أن يرافق حتى الآن أنا لا أستطيع أن أروح يعني في مكان البحر أو أتفسح لوحدي لازم أكون مع زوجي وأخوي حتى أكون مرتاحة هذا هو الوضع اللي أنت حبيت تتحدث عنه وهذه رواية شقيقة سميرة اللي أنت يعني بسلم عليك يغضب عليك يعني يغضب عليك ولكن لم تدرس لأنه عائلة فقيرة فإنما يختاروا الولد أنه يروح للمدرسة لأنه لازم يكون فيه اختيار وهو اللي راح يشتغل هو الذي سينتج هو الذي سينتج والبنت ستذهب عند الزوج إيه هذه هي العقلية فما نعملش انفسيسمنت عليها هذه قصة نصيرة وزوجوها صغيرة فأنا حاولت يعني بحكي قصص حقيقية لنساء يعني موجودين في هذا العالم في هذا الوقت عند وانا بشتغل مع جمعية على الموضوع يعني وتعساء تعيسات تعيسات يعني بشتغل مع جمعية جمعية واحدة اسمها لفون بغليفام وميدي تيراني بتحاول تساعد هذه البنات ونساء كذلك يعني فيه نساء لم يدرسنا بيروحوا يدرسوا في وقت يعني متأخر في السن يعني ما فيش مشكلة يعني بعض العقليات أنت كيف تحررتي من هذه العقليات الحمد لله أنا من عائلة صحيح محافظة لكن ساعدتني كتير ساعدتني كتير أعطت لي مبادئ مهمة ارتكست عليها في حياتي الشخصية يعني معظم نساء في العائلتي تشجعني للدراسة أولا وحتى يعني بالنسبة الموسيقى كانوا كانوا خايفات يعني بيقولوا شوف حيقولوا علينا الناس والمجتمع والجيران بس أنا متفاهمة للوضع لأن مدة طويلة كانت نظرة لعطيناها للفنانة يعني ما كانتش جميلة لكن الأمر تغير الآن بالنسبة للجزائر تغير نعم بالنسبة لبلدان كثيرة لازم مثلا ما نقول الحمد لله أنت أمزيكية هتميزي باللغة العربية وتتكلمينها جيد جدا شكرا أتمر وأدي تهتمين بالحرف العربي بالكاليغرافي صح ما هذه العلاقة التي نشأت بينك وبين اللغة العربية وهل يعني في العائلة الجزائرية الأمزيكية اللغة العربية هي لغة أولى أيضا ولا هي لغة ثانية بكل صراحة بكل صراحة أنا صريحة من الأول بكل صراحة أنا فخورة بانتمائي للغة العربية نعم فأنا مغاربية أنا جزائرية أمازيغية أفريقية مسلمة مسلمة يعني فنانة بين قوسين عالمية عالمية لست يعني عالمية أنا مشهورة لكن بروح أغني في أنت مشهورة عالمية بروح أغني في مناطق مختلفة دعفو صعاد ماسي بس مشكلة ناس تعرفينك جزائري صراحة صحيح لا بالجزائر بالجزائر فخورة بعد شي وش نقول لك يعني كبرت يعني في عائلة بيحكوا باللغة الأمازيغية وبالعربية وبالفرنسية أنا والدية يدرسوا بالفرنسية بيحكوا كثير بالفرنسية ولكن أنا كنت بحب كثير الشعر الشعر الفرنسي والشعر العربي الشعر وكنت يعني لما كنت مراهقة كنت إنسانة كثير منغلقة على نفسي لم أكن يعني كانت عندي يعني شخصية كثير حساسة وما كنت أشي قدر أتكلم مثل كل مراهقين يعني في السن لا نستطيع أن أتعامل مع الأب أو الأمة فكنت كثير منغلقة لكن الشعر ساعدني كثير كنت بعمل أفلام في راسي أحلام أحلام مثل كل المراهقات نعم وكنت بقرأ كثير أمرا بن القيس المتنبي كنت بحبه كثير فيكتور ويغو أو سي الشعر الفرنسي كثير أطر علينا كثير بما التعل لا أهل ولا وطن ولا ندم ولا كأس ولا سكن أريد من زمان ذان يبلغني ما ليس يبلغه من نفسه السمن لا تلقى دارك إلا غير مكترف مدى ما يسحب فيه رفك البدم فما يديم سرر ما سررت به يعني اللغة العربية لم تكن بالنسبة إليك هي الوسيلة لتواصل مع هذا الأخر الشريك في الوطن اللي هو العربي لا 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 لم تكن اللغة أبدا لا لأني في الوطن العربي عرفوني باللهجة الجزائرية مثلا لما أغني بمصر الجمهور المصري بيغني اللهجة الجزائرية بطريقة جميلة جدا يعني كنت مندهشة في الكويت نفس الشي في البحرين نفس الشي في دبي سأعرفهم باللهجة الجزائرية سؤالي هو هل اللغة العربية هي الهوية الثانية بالنسبة لك هي الهوية الأولى لماذا هذا الاهتمام كأمازيجية في هذه اللغة وفي الحرف العربي وكأنها تمثل نوع من هوية لسعاد ماسي يعني اللغة العربية يعني معظم ناس في الجزائر بيحكوا باللغة العربية بندرسها في المدرسة اللغة العربية واللغة الفرنسية ولكن نتكلم كثير باللهجة الجزائرية واللهجة الجزائرية هي مزيج من من كلمات فرنسية عربية تركية أمازيغية فأحنا يعني أنا بنسبة لهذا ليس شيء سيء لا هل الأمازيغية تشعر بأنها مختلفة عن العربية أم لغة الجزائرية لا اللغة الأمازيغية يعني اللغة الأمازيغية كلغة مختلفة جدا على العربية ومن منطقة الأخرى مثلا التوارق في جنوب الجزائر عندهم لغة مختلفة كثير على أمازيغ لساكين في شمال الجزائر مثلا أو اللغة الأمازيغ مختلفة كثير على الشاوية لهم ساكين في الهضاب العليا للجزائر يعني 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 العقليات كل إنسان كيف هو مخلوق وكيف هو مستواه أنت كأنك لست مقتنعة بجوابك لا أنا ما قلت مني مقتنعة أنا يعني أعجبت بأنك هل أد مهمة في لغة العربية كأمازيغية أنا أحب كثير لغة العربية أنا التقيت الكثير من الأمازيغيين ابن خلدون ابن خلدون أمازيغي الأصل طبعا وهو قبل العلوم الاجتماعية وعلماء أخرين ابن سيناء مثلا نفس الشيء كمان أمازيغي 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 لن ترجعوا تحطوننا عباس بن وفرناس عباس بن وفرناس تضعوا لائحة الأمازيغيين عند العرب صحيح سعاد ماسي أنت وجهت الكثير من الجمهور يعني إن كان جمهور عربي أم كان جمهور فرنسي أو جمهور أوروبي وأمريكي هل مشاهد هل هناك مشاهد من هذه الحفلات في البلدان المختلفة غير أنه قلتي للمشهد الجميل أنه المصري يغني معك في الجزائر والكويت يعني كل البلدان العربية هل وجهت يعني مشاهد معينة من هذه الحفلات الموسيقية لكل بلد وتجاوب معايا مختلف متى في البلد العربية كي أن القاسم المشترك هو عندنا نفس القصص يعني أي بنت عربية تقريبا نفس المشاكل يعني فتفهم لما بحكي على سميرة أو نصيرة أو حياتي بحكي على حياتي يعني عندي أسئلة وليست عندي أجوبة فهي بتفهمني في قاسم مشترك بالنسبة للأوروبيين فهو أشيء مختلف الأوروبيين بيعجبوني كثير لأنهم بيشتغلوا كثير بالإحساس feeling ف وناس مهتمين لما أنا اشتغلت على الألبوم متكلمون نعم دهشت يعني فيه كان تجاوب رائع من الناس وخصوصا في إيطاليا وإنجليترا في جامعات بيدرسوا اللغة العربية وأجوا ودرسوا هذا الشعر في الجامعة وفي التنويات ويجوا يتكلموا معي باللغة العربية فأنا كنت فرحانة كثير وفخورة بأنني أنا هذا يعني شغل شخصي حاولت حتى إذا غلطت في النطق فيه ناس انتقدوني كثير قالوا سعاد أنت من جزائر لا تتقنين اللغة العربية وغلطت في هذه الكلمة فاحترمي هذا الشعر يعني هذا الشعر لنا كلنا فأنا حاولت أني أغنيه لأنني بحب هذا الكلام غلط صححني فيه ناس ساعدوني كثير الحمد لله ساعدوني وكلموني ويجوا يشوفوني في حفلات ويدعموني ويشكروني فمعليش احنا نتلقى وانتقادات وانتقادات سعاد ماسي رفضت أن تغني في إسرائيل في تل أبيب دعيت أعتقد مرتين للبطرة الإسرائيلية لماذا؟ أولا من دعك؟ أنا لقد دعوتين من الأوبرا وأوبرا تل أبيب وفيها مناطق أخرى دعيت فيها أنا من زمن وانا ككل الجزائريين أؤيد الفلسطينيين فبالنسبة لي يعني يجيني صعب أني أؤيد الفلسطينيين وروح أغني في إسرائيل حتى ولو فيه ناس بيحبوني في إسرائيل وعندك جمهور كبير عندي جمهور ويكتبوني مسجز وبعتوني يعني رسائل حب وسلام لكن أنا ما نقدرش نموح لنغني في إسرائيل عارفة أن الفنان لازم يكون حر لكن ليست لي الآن مكانة في العالم العربي لتسمح لي إذا رح تغني في إسرائيل أني استدعي ربعين صحفي وأشرح لهم لماذا رح تغني في إسرائيل لست كبعض الفنانين كثير معروفين في العلامة العربي أنا ممكن أعملها في يوم لازم الفنان يكون حر ويدافع على أفكار لأنه سياسيين مش حيعملوا هذا الشيء هما مش مش حي بمقابلة أنه تغيير سيأتي من الفنانين والمثقفين ولن يأتي من السياسي صحيح هذا يعني التفكير الخاص غنيت للفلسطينين غنيت في فلسطين عدة مرات في فلسطين في رمالة في رمالة كيف كان اللقائق مع شو بمقابلة الفلسطيني؟ رائع رائع كان كتير جميل وكتير كان فيها إحساس يعني مستوى من قدرش نشرح لك يعني كان فيها أشياء ساحرة يعني كان فيه تجاوب رهيب مع الجمهور الفلسطيني الشعب جمهور دواق وحساس بغض النظر إنهم ما بحبوا كتير جزائرين لكن بحبوا كتير أغانية سعاد لتذهبي إلى رمالة أنت مررت على الحدود من الأردن ولكن على البوليس الإسرائيلي يعني يعني مجلس الإسرائيلي صح شو رأيك بهذا الأمر تحديدا؟ تافي هناك ناس يقول أنا كجزائرية شيء يعني رهيب لا أستطيع أنا تقبله ولا أنا أنا نقول لك برك برك يعني مش عفرة تفهمي شيء الكريم لا تفهم أفهم الجزائرية أنا أنا رفضت أعمل تل جوالات فنية في أمريكا لأني ما بحبش الاستبداد أنا أرفض إن إنسان لأنه من أمريكا بيتكلم معايا بطريقة يعني متكبر طريقة كأني أنا كأني أنا من بلد مش عارفة يعني لا أقبل الاستبداد ولا طريقة يعني بترحل الأسئلة بالتكبر كأني في نفس الشيء لما أروح بالفلسطين دايما بيخلوني السبع ساعات أنتظر وأسئلة وإسعابون الأمور كثيرا وأسئلة معقدة وحابين نفسيا أنه يعملوننا مشاكل نفسية يعني يقولوننا مثلا لماذا بيترحوا تقولون الفلسطينيين ففيه يعني تلاعب نفسي حابين يخلقوا فينا إحنا كفنانين لكي لا نتردد على الحفلات بفلسطين يعني هل أنت تواجهت مع البوليس الإسرائيلي دايما بيترحلنا أسئلة شو بيترحلوا لهم ماذا تقولين لهم بيترحولي هما فيه كثير بسيكولوجيكة يعني تلاعبوا كثير على العلم على النفس إيه بيترحلوا لكم كل 15 دقيقة بيبعثولك أحد بيسألوا لك أسئلة أنت لايحة ليه أنت من أصل جزائري هل عندك أصدقاء هل عندك أسلحة هل عندك يعني متفجرات هل عندك متفجرات هل تعرفي ناس عندهم متفجرات أو أسلحة فإذا أنا بعرف ناس يعني يعني أعطيلك الإجابة صحيحة مستحيل يعني بالنسبة لي دي هذه أسئلة غبية جدا لكن عندها بوعد نفسي هما يعني درسين الموضوع درسين الموضوع عندهم ناس درسين هذه الأسئلة فأنا فهمت هذا الشي لكن إحنا ما عندناش اختيار فلازم حتى إذا وقفوني سبع ساعات وبهدلة لكن يعني أنا بنحب الجمهور الفلسطيني بنروح معلش سعاد يقال أنك هددتي شخصيا أنت حكيت لنا روايات الناس أسوى مشاهد بس بدي أنا مشهد مني روايتك أنت كل واحد مننا تفننة هددت قلبه حكاية فالحكاية حكاية تهديدك في الجزائر يعني أنت عارفة عندك تجربة خاصة في الجزائر عارفة أنك فيه كثير صحفيين وفنانين ودكاترة وناس من المسرح قتلوا في الجزائر خطيبة كثير خصوصا صحفيين صحيح فصح أنا تلقيت تهديدات وحتى يعني بالشارع يعني تعدوا عليها بالأسلحة منها؟ مش عارفة أنا رحت فصائل متطرفة لا عرف أنا كنت صغيرة وأنا كنت يعني ميتة بالخوف لا فكانت يعني شيء نعم بس هو تهددتي ليش؟ لماذا؟ لا أعلم يعني كانوا الناس كلهم كانوا مهددين في الجزائر الناس كلهم البنات معظم البنات كانوا يعني حتى إذا ما فيها تطرف أو فكني يعني اعتداء جنسي يعني اغتصاب مش سبيشلي اغتصاب لا بس الفترة هذه كانت صعبة كتير على الناس الناس كانت تتبح يعني إيه إيش هي التهديد بالنسبة للناس اللي كانت تقتل فأنا كفنانة يا كنت تلقي التهديدات اعتدوا عليكي بالأسلحة بالأسلحة في الشارع في الشارع طيب والتهديد التهديد كان لما كنت أشتغل في المكتب كان بالتليفون إحنا حنقتلك إحنا يعني إشياء كتيرة لأي سبب؟ لماذا تريد أن تقتل يعني لما الجزال لما واحد بيكلمك بطريقة يعني قبيحة وبيسبك وتهديدات أنت مش حتى تريحي مش حتى تقول له أنت مين يعني بيحكوا لك كلام وبعدين بيسكره بس عد عندما تقولين لا أعرف صحيح أنك لا تحرفين؟ صحيح لا أعرف آه صحيح يعني ممكن أن يقول يعني هي كانت أصوات رجال أصوات نساء يعني مش مرة يعني كانت أربعة خطر مرات لأنك حرة لأنك امرأة حرة كفنانة يعني شور يعني أنا جسو سور لأنك فنانة موسيقية ولا يريدون الفن كما قلت أنت أنهم ضد الحياة ضد الأشياء عدو الحياة يعني كل أشياء أظن أنهم عداء كل شيء مختلف عليهم أنا أحب جدا الأغنية اللي أخذت القصيدة من أحمد مطر اللي بيقول الحرية لا تسترجع من أسواق النف الدولية يعلو صوت شباب وبنات ورجال ونساء عشقوء الحرية وأيضا أنه أخبرني أستاذي عن الحرية هل هي غربية أم عربية وأسف أن فقال الأستاذ أسف أن تخرج أجيالا لا تعرف أفكار الحرية هكذا أجاب الأستاذ وعرفت أن أستاذي مات في الزنزانة هل هي حكاية شخصية؟ لا هذا طبعا قصيدة هل فقدت أساتذة أو متقفين أثروا عليه فقد فقد كما فقد المجتمع الجزائري والمجتمع العربي والمجتمع المغاربي والمجتمع العالمي يعني كل الناس العلماء ليفكرون بطريقة مختلفة ويحللون ويعطوا عندهم رسالة وعندهم تفكير مختلف ويدعونا يعني يدعونا لتفكير يعني يقول لنا خلاص عندكم مخ ففكروا شوية بطريقة مختلفة كل ناس دفقدناهم يعني فيه فئة قليلة من الناس لكن لا تتاح لهم الكلمة أحمد مطر كم من وقت مضى في السجون كم من مفكر كم من عالم كم من صحفي ما زال ليزالون في السجون أنت كيف تعاملت مع الربيع العربي في البلدان المختلفة في أول أمر كنت كمعظم الناس فرحة فرحة لأنني قلت هذه معجزة معجزة حلم بيها بعديد من الكتاب والصحفيين والشعراء وناس لكن صار للأسف الشديد خريف لأنه فيه كتير ناس ماتوا القمح والاستبداد رجع هل يعني إحنا حرام علينا أن نعيش في حرية لماذا لن نتبع خطوات الأوروبيين في البناء والتفكير البناء ما هي مشكلتنا فطبيعة الحال أنا كتير حزينة أجمل شيء أنك تسألين السؤال لأنه في هذا المجتمع هناك أجوبة وليس أسئلة هكذا يقول الشاعر أدونيس هذه هي مشكلة ومعضلة العالم العربي أنت غنيت في فيلم أزيغي أسمار وفيلم للصغار وفيلم رائع شكرا للحقيقة في مختلف الثقافات والدين وهذا التمازج ماذا أعطى لكي بالإضافة وتذكرين يعني كيف تصلوا فيك كيف غنيت هذه الأغنية لهذا بسأنمي يعني نوع من رسوم متحركة للأطفال ليعلموهم التسامح صح أنا عندي مائديتر هو سوني نعم كلمني كنت في الجزائر قال لي سعاد إحنا بنعمل فيلم أنيميشن مع ميشيل أوسلو اللي هو مخرج هي رسام معروف في أوروبا مش عارفة إذا معروف عندكم قال لي علمنا محاولة موسيقى تسويرية فقرأت سيناريو فاشتغلت على المشروع مع أخي حسن اللي هو بيلعب بيانو بحييه بمناسبة فحاولت عملت ألفت موسيقى لكن لم تأخذ وشيء الجميل يا أخت جزال أنه فنان كبير جدا من عندكم من لبنان اسمه قابرياليا غاد نعم طبعا بنفسه كلمني عملي تليفون قال لي سعاد أنا ما بعرفك أنا عارف أنك أنت كنت في المشروع وأنا للأسف يعني وأخذوا الموسيقى لأن ألفتها فأنا لما كن أعرف من هو جابرياليا غاد فرحت على اليوتيوب وشفت من هو جابرياليا غاد أحد هم الموسيقيين للأفلام عارفة لكن شوفي شوفي الفنان الحقيقي كلمني في تليفون قال لي سعاد تعالي نشتغل على أغنية الفيلم مع بعض آه فأنا عرفت فهمت يعني هذو الفنانين الكبار هذو هم الفنانين الكبار فاشتغلنا مع بعض وأنا اللي كتبت اللي أعملت الأغنية لحنت الأغنية أزيغيا أسمار اللي هي طبعا أنيميشن واشتغلت معها جابرياليا نعم على التسامح حلبي صح 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 أنا سؤالي الأخير سعاد أنت تركت الجزائر لسنوات واليوم عدت إلى الجزائر صح ما هي مشاهد الجزائر اليوم شي غريب يعني دايما لما كنت أسافر أروح أغني وأروح أسافر في العالم وأرجع أبقى ثلث أيام أو أربع أيام فقط للجزائر لأنني كنت أترك أطفالي عند أمي وروح أعمل جوالات يعني شهر أو مرات شهرين ف كأني جزائر صديقتي وكانها أمي هي أمي لكن لم أخذ الوقت لكي أشرب معها قهوة وأتكلم معها بكل صراحة حلو لأنني كنت أكدب على نفسي يعني كأمي يعني أمي لا تعرف كيتبت شعر قصير أمي تعرفني فلم أشرب يعني الفنجان السابع الفنجان السابع لهو يعني أحكي معها كل نهار فأنا أظن أني هذه المرة سأشرب الفنجان السابع مع الجزائر و لكي أتسامح معها لأنني كنت غضبانة كثير على الجزائر كنت غضبانة لأنني عشت أشياء قاسية مثل معظم الناس لكني أنا أم الآن وتعلمت التسامح من بناتي فسأردد ما فعلته أمهاتنا سأقبل فقط بلادي وسأحاول أن أعمل أشياء على مستوية جلال الدين الرومي قال في الماضي كنت أفكر نفسي عبقري فحاولت أن أغير العالم لكن الآن أنا ذكي سأغير ما فيه سأبدأ بنفسي فأنا سأحاول أن أطبق كلامه لأنه أسهل شيء أن نبتأ بين أنفسنا إحنا دايما ننتظر هذا الشيء أنا تعلمته في أوروبا إحنا دايما ننتظر من الحكومة أو من الأولياء أو من ناس الأكبر مننا من يعملوا أشياء لا لازم إحنا نعمل الأشياء اللي نقدر عليها على مستوانا أنا أبدأ تشكرك لأنه جنيل جدا شكرا الذي تقولينه يعني طبعا الجزائريين هني نعم يستقبلوك وأنك عدت العودة إلى بلاد الشرق والعرب وأفريقيا الشمالية أفريقيا نعم ولكن نتمنى أيضا أن يكون يعني كل أغانيك أو عنوين أغانيك أن تكون في الجزائر وفي العالم العربي كما قلت الحرية هل هي غربية أم عربية وأن نعمل أنا أتطرق أتطرق إلى هذا المواضيع في أغانيها خصوصا الألبوم إن شاء الله الجاي أتكلم عن المواضيع شكرا سعاد ماسي عفوا شكرا استطافة شكرا للمشاهدين لوفاء طبعا متابعة هذه الحلقة كل أيام الأسبوع وعلى صفحتنا الخاصة على الفيسبوك وتويتر وأنا سأذهب لأستمع إلى سعاد ماسي شكرا شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين شكرا للمشاهدين